أكثر من 16 عاما من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الصحي كما باقي القطاعات في غزة تفاقمت خلال هذه الأعوام الأزمات الصحية دون وجود أفق لحلها الأمر الذي تداعت له بعض المؤسسات الصحية والحقية في القطاع مع مؤسسات دولية لرزد جملة الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي تؤثر بالسلب على الواقع الصحي قطاع الصحي الفلسطيني في غزة يعاني من تحديات الاحتلال الإسرائيلي ووجوده وممارساته سواء اعتداءاته المتكررة على الأراضي الفلسطينية أو حصاره المفروض على قطاع غزة والذي يمنع من إدخال الأجهزة والأدوات الطبية ويعيق أيضا إدخال الأدوية ويعيق ويمنع حركة المواطنين والمرضى الفلسطينيين الذين هم بحاجة للعلاج في الخارج عبر معبر ومنفز بيت حنون هناك عجز في الأدوية الأساسية يبلغ 35% من قائمة الأدوية الأساسية و24% من قائمة المستلزمات الطبية الأساسية سلطات الاحتلال منعت خلال العام الماضي مرور أو عرقلت مرور أكثر من 7000 مريض محولين للعلاج بالخارج هؤلاء المرضى لا يوجد علاج لهم في قطاع غزة وقد يؤدي استمرار منعهم أو عرقلت سفرهم إلى موتهم أو تدهور أوضاعهم الصحية ورغم ما يقدم دوليا للقطاع الصحي إلا أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات كان سببا في فقدان العديد من المرضى حياتهم الإغلاق والصعوبات المرتبطة بالسفر من قطاع غزة تخلق مشكلة حقيقية للمرضى الذين يعانون من حالات صعبة ويتوجب عليهم تلقي العلاج خارج القطاع وفي الضفة الغربية نحن في الاتحاد الأوروبي ندعم المستشفيات في القدس الشرقية ونظام التحولات ولكن للأسف نرى أن عدد كبير من الحالات لا يتمكنون من تلقي العلاج في القدس الشرقية والضفة الغربية ومن المتوقع أن يرتفع عدد المرضى الذين لا يجدون علاجا لهم في مستشفيات القطاع مع استمرار منع الاحتلال ادخال 24 جهازا للطب الإشعاعي الخاص بمرضى السرطان ويفرض قيودا على توريد كافة الأجهزة الطبية لقطاع غزة محمد بن موسى الغد غزة فلسطين